استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات حيث تابع التحضيرات اللازمة لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضاري العالمي في دورته الثانية عشر خلال الفترة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر المقبل وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بأعداد خطة تنفيذية للأشهر المقبلة التي تسبق نعقاد المنتدى الحضاري العالمي وما تتضمنه من أمور تتعلق بعدد الدعوات التي سيتم توجيهها لرؤساء الدول والحكومات كما وجه مدولي بعقد اجتماع عاجل بمجلس الوزراء لمناقشة الموضوعات التي تم طرحها خلال اجتماع اليوم مشيرا إلى أن المنصق الوطني للمنتدى الحضاري العام سيتم اختياره في غضون فترة قصيرة